لأنه الخبر ما يستناش انتهت مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بالتعادل واحد واحد وانتهت مباراة بيرامدز مع حرص الحدود أيضا واحد واحد ليلة عدلية بتخلي حرص الحدود في مباراته القادمة مع الزمالك على المحك لا المحك هو إيه لسه في التعادل حرص الحدود مع بيرامدز واحد واحد أيه بس أنا أعتقد أن حرص الحدود بأكثر أمناً دلوقتي المواجهات المباشرة مع بيتروجيت لصالح بيتروجيت لو تسوف النقاط وهو كام ودلوقتي يوصل كام 37 وبيتروجيت لو بيتروجيت تكسب المقولين وحرص خسر من الزمالك بيتروجيت يقعد يعني لسه المرش يعني بيتروجيت يكفيه يكسب المقولين لو الحرص خسر من الزمالك يعني لسه الاتنين في منطقة مهددة هل يلعب مع الحرص رسمي دا؟ بدل الأووا دية بتاعت هيلعب مع دا ولا دا؟ ماشي بلها نادي يخد سوس على كل حال بإذن الله ربنا أولا حيح الله بعدله شوفوا سيبكم من كل النتائج هذه النتائج لا تعني أي شيء في موقف الأهل لا لا أنت بتكلم على بتكلم على حقوق وقواعد ونظام يكسب من يكسب يخسر من يخسر النتائج تروح يمين تروح شمال ما لهاش أي تأثير على موقف الأهلي في المطالبة بحقوق مشروعة أتمنى أن يتكون وضحة تماما في ظل هذا الوضع الاتحاد الكورة مأجل المقاولين والزمالك لبعد البطولة إسماعيل والزمالك المقاولين للأهلي والزمالك للأهلي والإسماعيل والزمالك لبعد البطولة وهيأجل مطش الثالث للزمالك طبعا يعني الزمالك حلع بعد البطولة ده الزمالك احتمالي أجل أربعة كمان كفاية مطش الانتاج وأجل الأربعة مش محطوط معد طب ما هو كان محطوط معد لا ده خلاص الجدول اللي هم حطينه دلوقتي طب ما هم اللي كانوا حطوا اللي قابله مش فهمني هو دلوقتي يقول لك الجدول ده اللي علانه أول إمبارح كان إيه قال لك لا ما حصلش يعني يوم ثلاثة هنختار أو ما هو كانت الأوقاوة ديت آه يعني ممكن نلعب الجونة هي الأوقاوة ديت وحيسيب بيتر جيت والحرس للآخر هنشوف إلا هيحسن لا بيتر جيت حيخلص ما تشاهد بس كل شي مع اتحاد الكرة جايز حتى حبل العجايز دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي دوما إن شاء الله كل سنة وحضراتكم طيبين تسبوع الألف خير